السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن محاطة رجليدة في الفرماكولوش هنتكلم عن الانتي ابليبتيك دراجز في البداية كده هزين نفهم يعني ايه اصلا ابليبسي ابليبسي معناها الصرع طيب ايه بقى يعني ايه الصرع قالك ان دي تعبار عن مشكلة بيقابلها الشخص ويه بتحصل ان بيحصل ابنورمل فونكشن في البرين يبقى ابنورمل فونكشن من الفونكشنز بتاعة البرين يعني على سبيل المثال ممكن الشخص اللي عنده ابليبسي ييجي اشتكي من ابنورمل موفمينت ممكن ييجي اشتكي من ابنورمل سينسيشن ممكن ييجي اشتكي من ابنورمل اوتونوميك فونكشن تمام ممكن ييجي اشتكي من ابنورمل سينكينج اي حاجة من الفونكشنز بتاعة البرين الاساسية اللي هو بقومها ممكن انها تيجي في صورة ابنورمل تمام وده اللي هو الابليبسي فدي اعتبار عن كورونيك ميديكال كوندشن بتيجي او بيحصل فيها sudden change في electrical function of the brain وبينعكس ان في certain function of the brain عتصبح abnormal والابنرمالية دي بتكون transient والكلمة التانية غير transient ان هي reversible يعني ايه transient يعني لوقت محدد لمدة صغيرة وreversible يعني يمكن الرجوع دي الحالة الاساسية epilepsy ذات نفسه معناها recurrent non stimuli state ده معنى كلمة epilepsy طب احنا ليه بنفرق بين epilepsy وبين seizure اللي هي الكلمة دي لان اللي انا وصفته ده اللي هي transient alternation in brain function دي تسميها seizure بس انما عشان انت تقول ان هي epilepsy اللي هو مرض الصرع زات نفسه عشان تتغرفه لازم ان هي تكون recurrent seizure او recurrent attacks من الحاجات دي ونان استيميلايد يعني بتخصل لوحدها بدون ما ان الشخص يتعرض لاستيميلاس معين يبقى تاني اهوت هنا بيرجع يعرفك الديفينيشنز المختلفة اول حاجة seizure ايه ان هي transient alternation او abnormality في الbrain function مش بس الbehavior في الbrain function كلها تمام السبب بتاعها هو تغير في الكهربية بتاعت الدماغ تغير في الكهربية بتاعت الخلايا العصبية في الغالي بتكون excitation يعني ايه يعني الخلايا العصبية بتطلع اشارات كهربية زيادة عن اللزوم من اماكن معينة من المخ او من المخ بالكامل وانا يرجع نقسم على حسب الجزئية دي epilepsy يعني seizure بس recurrent recurrent we unpredictable occurrence يعني بتحصل لوحدها unstimulated يعني بمعنى صح لقلتلك ان الشخص ده لما بتعرضه لي اه ومضاق من الدوق ييد ويد في ييد ويد في كذا مرة ده بيجيبه صرع ده ما بسمهوش epilepsy ده بسميه seizure بس ليه لان انت دلوقتي في حاجة لو عامل excitation او في حاجة عامل stimulation هي اللي خلت السيجر تبتدي ان هي تحصل تمام طيب اهية السيجر ممكن تكون non epileptic ودي ممكن تحصل في normal brain عادي نتيجة لان انت بتعرضه لمواد كيميائية مثلا او بتكهربه تمام سواء كيميكالز او electrical shock او even the pain طيب الحاجة اللي بعد كده عندنا هي الanti epileptic drugs الanti epileptic drugs هي عبارة عن الادوية اللي بتعارج الابيليبسي الابيليبسي هي حاجة كروني فحاجة مستمرة حاجة مزمنة وبالتالي محتاجة علاج تمام طيب ايه هي الابيليبسي سيجر التقسيمة بتاعتها زي ما قلنا الابيليبسي سيجر اللي بيميزها ان في مشكلة في منطقة في البرين المنطقة الموجولة عند خضرتك في البرين ده هي هي اللي ايه هي اللي فيها firing abnormal هي اللي بتطلع abnormal electrical discharge يعني بتطلع اشارات كهربية خاطئة تمام ومبالغ فيها فلو البرين بالكامل هو ديه بنسميها يعني البرين بالكامل كل cerebral hemisphere الكهربية عالية فيه تمام وفي انواع تانية بنسميها برشل او local او focal اللي هي التسمية القديمة على حسب ايه المكان ممكن ان هو يكون temperal loop ممكن يكون البرين تلوب ممكن يكون الفران تلوب ممكن يكون التجمنطم بتاع البرين ستم ممكن يكون اي منطقة تمام طيب البرشل اللي هي الفوكل ممكن نقسمها حاجة تانية نقسمها ايه هل معاها الconsciousness level لسه زي ما هو intact consciousness وده بنسميها simple برشل simple يعني ايه يعني الشخص ده بيجي له الاتاج بتاعة السيشر وهو لسه مفقدش الوعي وفي حاجة تانية بنسميها complex برشل سيجر او complex ايه focal seizure دية خلاص الconsciousness ابتدى ان هو يختفي اثناء الاتاج تمام فحين ان ال generalized كل ال generalized بيكون فيها ايه كل ال generalized الشباب بيكون فيها دوسة consciousness بتاعة كل cerebral بتاعة او كل cerebral hemisphere كلها فيها excitation عالي فبيبتدى الشخص يفقد ايه ال concentration بتاعه او ال consciousness بتاعه خلاص طيب وبعده بالنسبة لأيه لأول حاجة الصورة دية برضو بتوضح لك التأسيمة السيجر عندنا يا اما generalized موجودة في الكورتكس بالكامل يا اما ان هي برشل والبرشل موجودة في لوب معين ممكن انها تكون يا اما simple برشل او complex برشل simple يعني مفيش loss of consciousness وهنا complex يعني فيه loss of consciousness ال generalized بترجع تتأسم على حسب الحركة بتاعة الجسم اللي هيقوم بيها او على حسب ال abnormal movement اللي هيقوم بيها الشخص ممكن انهم ميقومش movement خرص وفي الحالة دي بنسميها absent seizure مفيش movement او مفيش motor component ly seizure myoclonic وده بيعمل jerk movement او jerk like movement يعني بيعمل خارقة بيد وكده سريعة دي بنسميها myoclonic seizure myoclonic seizure في حاجة اسمها tonic colonic واللي بيميز tonic colonic انك تبص عليه مرة واحدة وقع على الارض وبعدين ابتدأ عضلات جسم كلها تشد مرة واحدة وده بنسميها tonic face وبعدين تبتدى انها تعمل المرحلة التانية اللي هي colonic face والcolonic face بيحصل فيها contraction ثم relaxation للعضلات وده الفرق بين tonic والcolonic tonic just contraction with stiffness rigidity للعضلات colonic يعني contraction بيبدل مع relaxation يعني يتني يده ويفردها يتني رجله ويفردها تمام جيتني جزعه ويرجعه الوضعه تاني يتني رقبته ويرجعه الوضعات تاني وهي generalize ده فبتحصل في الجسم كله في حاجة اسمها tonic و tonic هو بس بيفضل على وضع rigidity وفي حاجة اسمها tonic و tonic ده بيفقد التون في جسمه مرة واحدة ويقع على الارض وده بيكون مع severe injury للهيد بيكون مع severe head injury نتيجة لانه بيصطادم في الارض مرة واحدة هلاص طيب يبقى لو جيسي عليك ال اللي معهاش motor component ال absent seizure وال tonic لان الاثنين دولار العضلات ما بمش شغالة اصلا تمام عضلات واقفة انما الباقيين معاهم motor component اللي هما my clonic tonic و tonic و tonic بس تمام تمانا تكونوا فهمتوها و هي سهلة وبسيطة زي ما انا شرحتها لكم طيب نخش بقى على الالوية ومن هنا هتبدأ ايه الرخامة بتاعتي يعني المحاضرة ديت محاضرة صعبة جدا 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 لو انت عاست زكرة كلها بس في الاخر انت كطبيب اسنان حتى انا كواحد جيبي مليش علاقة ان انا امنج الكيس بتاعة السيجر بالتفصيل المهمل بتاعة الادوية الموجودة عندنا انا في الاخر هقولك كلمتين المحاضرة ديت لو جي سؤال منها هيجي في الكلمتين دولة مش هيجي في حاجة تانية خلاص فهما الكلمتين اللي في اخر المحاضرة هما المهمين انما هم مقصة من الادوية بتاعة المحاضرة لا يعني انا مش حفز كل ده في حاجات كتير قوي او مبالغة المعلومات ان انا اذاكرة تمام فيه الوية ممكن انها تعمل سيجر وفيه امراض ممكن انها تعمل سيجر زي مثلا الهيباتيك انكفالوباسي في الاشخاص اللي عندهم ليفر فيلير وبرضو اليوريميا في الاشخاص اللي عندهم رينا الفيلير وبرضو الديكي ايه الدياباتيك كيتو أسيدوزيس في الاشخاص اللي عندهم ضيابيتس ممكن ان هم يكونوا طبعا الانفكشن في البرين زي المنينجايتس الانسيفالايتس ممكن ييجي بريزنتب بسيجر الاطفال الزغيرين لما بترتفع درجة حرارتهم ممكن ييجوا بحاجة اسمها فيبرايل كونفولجن او فيبرايل سيجر وفي بعض الادوية ممكن انها تعمل سيجر زي مثلا زي الانفيتامين الكوكين اللي ياسم بسو ميماتيكس كلها والمسائل في نيديت زي السايكوتروبيك دراجز زي الانتي ديبريسنت والانتي سايكوتك دراجز والليسيام من الاشهر الادوية اللي بتستخدم في علاجة ديبريشن أصلا او البيبولر الاناسيتيك وي الانالجازك بعضها ممكن ان هو يعمل سيجر زي بالذات الميبردين وي ترامدول وي السيداتف هيمنوتيكس ممكن ان او السيداتف هيمنوتيكس مش هي نفسها بتعمل لا الاعراض بتاعة الوزدرو اللي هو مرة واحدة تسحبها مرة واحدة زي الشخص اللي هو كان معتار على الالكوح اللي هو مرة واحدة تسحبته البربيتيوريت والبنزو ديزابين وي ديت بالنسبة للأدوية اللي بتعمل عندنا ايه اللي بتعمل عندنا سيجر تمام طيب الأدوية اللي بتعمل سيجر احنا اتفقنا في الباسوجينيس بتاعة السيجر ان الموضوع كله هو عبارة عن ان الالكتريكال ديست شارج زيادة عن اللزوم صح طيب الالكتريكال ديست شارج بتاع الخلايا العصبية ايه المسؤول عنه ببساطة لو جبنا ادي خلايا عصبية طرف اللي هو البري سينابتك تيرمينال واد البوس سينابتك تيرمينال خلايا عصبية تانية ادي خلايا عصبية اهيت وده السينابتك تيرمين اللي هي السينابس يا جماعة احنا عارفين ان لو وصلت بين خلايا العصبية هبارة عن سينابس ايه اللي بيحصل بالزبط يقدر لي ان بتاع الخالية العصبية يتم بصورة مبلغ فيها. بص الصورة اللي انا ارسمها لك كده. بص جميل. معنا دلوقتي الاشارة الكهربية اللي هي الاشتراكات ابتدى ان هو يوصل للنيرف تيرمينال بتاع الخالية العصبية الاولى فيبتدي اول حاجة اعملها ان هو يفتح لك شوية بوتاسيومتشانل تمام? البوتاسيومتشانل لما بتتفتح بتبتدي انها تداخل البوتاسيوم من خارج النهاية العصبية لداخلها عشان تعمل ايه عشان تجي فتحة اللي وراها上 طول اللي هي الكالسيمتشانل تمام? وهي رئية المهمة الكالسيمتشانل لما بيتفتح بيبتدي ان هو يخش يخلي الخالية العصبية الاولانية تبتدي انها تطلع او تعمل eno والهو في الغالب لو احنا بنتكلم عن في احنا بنتكلم عن في احنا بنتكلم عن الجلوتاميك اسيد او الجلوتاميت ولو بنتكلم عن انهيبيتوري نيروترانضيتر ما هو الكالسيوم لو هيطلع جلوتاميت فهو بيروح يعني لو هيطلع جلوتاميت فهو في نفس الوقت بيروح بإنهيبت المادة المعاكسة للجلوتاميت اللي هي الجابا الجاما أمينو بتيوريك أسد اللي هي من الإنهيبيتوري فإحنا عشان إيه؟ عشان ما نلغبطش نفسنا هنخلي المادة اللي هي المحفزة أو الإجزايتاترا هنخليها باللون الأحمر والمادة الإنهيبيتوري هنخليها باللون إيه؟ باللون الأخضر يبقى قادي دية الجلوتاميت دي المادة اللي عتحفز والمادة اللي عتواقف هنسميها جابة خليها بالنون الأخضر تمام طيب الجلوتاميت لما يطلع يروح يعمل للخلية التانية اللي هي البصة هنا طبعا يعمل إزاي الموضوع ده الموضوع بيتم عن طريق سوديام تشانل هو الجلوتاميت هيروح يمسك في السوديام تشانل يخليها تدخل سوديام داخل الخلية تمام فالخلية دية دلوقتي هتصبح ايه يعني هتبتدي ان هتطلع إشارة كهربية هي رخرة ويحصل تمام ده اللي بيحصل في الجابة بيقف عند كده طب انا دلوقتي عايزة عالج الجابة عالجه ازاي يا اما انك تدي حاجة تمنع الجلوتاميت ذات نفسه يا اما انك تدي حاجة تزود الاكشن على بتاع الجابة اللي هو الجابة ده شغال تمام يبا هي هنا هنا ملاش وصفة تانية طب عايز تزود بتاع الجلوتاميت او سوري انا عايز ابطأ او اعمل بتاع الجلوتاميت اعتدي جلوتاميت انهيبتور حاجة انهيبت الجلوتاميت ذات نفسه او انتاجونست للجلوتاميت او حاجة تشتغل على تعمل لها انهيبتشن يبقى يبقى سوديم شانل بلوكر او اعتدي جلوتاميت انتاجونست او اعتدي كالسيم شانل بلوكر بس نوع معين ان انت محتاجها توصل البرين فمش هناخد الكالسيم شانل بلوكر اللي احنا بنستخدمها في علاج الضغط نوع معين كده منهم يقدر ان هو يوصل البرين تمام وكذلك ممكن ان احنا نستخدم ايه ممكن تستخدم حاجة تزود لك الجابة وخلاص لان لو الجابة على لو الجابة على هيبتدي ان هو يعمل او يعادل بتاع الجلوتاميت ايه الحاجات اللي شغالة على الجابة او ايه الحاجات اللي بتزود الجابة عندك كزا حاجة فاحنا من الاخر يعمل بكنزمان بتاعت الانويل انتي بليبتك دراج يا اما ان هي شغالة على انها بتزود الجابة مدييتد انهيبشن الجابة مدييتد سينابتك انهيبشن او ان هي شغالة انها تقفل الصوديمتشن او ان هي شغالة انها تبوزك للميكانزم الرابعة انها تقلل لك الجلوتاميت خلاص فهي ريت من الاخر الاربع ميكانزمات اللي بيستخدموا اصلا انه بيعالجوا الابيليبسي تمام ايه الادوية بقى بتاعتك بص يا جميل اول ادوية اصلا تم استخدامها في الموضوع ده هي البربيتوريت زي الفينوبربيتوريت الفينوبربيتوريت وحاليا ما عاشي بيستخدم ممكن استخدمه كساكندلاين بعد الادوية الاعمال تاني دو ابتدى انه يظهر بعد البربيتوريت هو البنزوديزمين واللي اتنين دولة احنا عارفين من المخادرات بتاعتنا انه دولة شغالين على الجابة ريسبتور بيبتلوا ان هما يزودوا الانتاج بتاع الجابة البنزوديزمين شغاله على الفريكوينسي والبربيتوريت شغال انه هو يزود لك الجابة عشان كده كان ابيربيتوريت كان بيحصل منا توكسيستي لانه بيفضل شغاله ما بيوقفش انما البنزوديزمين لأ كان بيجي وقت معين كده ويقولك ايه انا اخر الحد كده انا اخر اللي انا اعمل مسلا ومش هدخل المريض في كومة انما البربتوريت المؤخزة دي بتاعت الكومة يعني لو اعطيتها المدة طويلة هتودي هتخلل بيشنت بتاع كينام وما يصحعش تمام؟ طيب بعد كده ابتدوا ان هم بعد استخدام الفينوبربيتال والدايزبام لفترة والصدق فكتة اللي ابتدت انها تحصل مع الدايزبام اللي انت ما تقدرش انك تستخدمه اكتر احنا متفقين؟ فابتده انه هم يدوروا على الادوية تانية فابتده يظهر الفينتوين او الفينتوين ابتده يظهر معانا وبتده يظهر معانا الكرباميزابين والازوكسامايد والادوية اللي شغلة على الجابة الادوية اللي شغلة على الجابة ديسه صهر قريبة على فكرة تمام؟ زي الجابابنتين ويتجابين كل دولة شغالين على الجابة وسميتهم weco تمام؟ طيب في حاجة برضو سميها اللامتريجين وبردو ده من يعني الاربع لتحت دولت نيور ايجينت كله تمام؟ طيب فدي ده ادوية بتاعت حضرتك اللي ممكن ان احنا بنستخدم في الابيليبسي تمام؟ طيب تعال انبصوا على هنا الصورة برضو نفس الحكاية بيوريلك بقى كل ده وشغالها على ايه؟ عشان احنا نلخص الكلام احنا عندنا بتوع الصونيام تشانل بلوكرز اهمت اللي هما ايه؟ اللي هما ستة ادوية احفاظهم كده زي ما هما قدام حضرتك الكارباميزابين الفنتوان التوبراميت واللامترجين الفلوبريت والزونزامين مش مهم زونزامين احفاظ خمس ادوية وخلاص تاني خمس ادوية الكارباميزابين الفنتوان التوبراميت واللامترجين والفلوبريت تاني الكارباميزابين الفنتوان التوبراميت اللامترجين والفلوبريت خمس ادوية شغالين على الصونيام تشانل بيقفلوه تمام؟ طيب ناخد الادوية اللي شغالة على الجابة احنا عارفينهم اللي هما البرباتيوريت والبنزوديزابين عظيم الموضوع ده تمام اتفاهموا اتخفزوا خلاص ناخد واحد كمان شغال على الكالسيوم اللي هو بس انا كده يهمني انت خلاص كده انا بالنسبة لي انت كده طالع فاهم المحاضرة طالما عرفت الميكانيزم اف اكشن بتاعت الادواء دي خمس ادوية شغالين على السوديل الكارباميزابين الفينتوين التوبراميت واللاموتريجين والفالوبرات ودويين شغالين على الجابا اللي هم البربتيوريت والبنزوديزابين وده وشغالها على الكلسيوم اللي هو بقيت الادوية خطها ان هي شغالة على الجلوتاميت وخلاص ايو على الجلوتاميت اهو على الجلوتاميت وخلاص عظيم كده انا مش عايز منك اكتر منك تمام طيب نيبدأ في ايه تاني اهو نفس الكلام بيقررلك ان الفينة وان والباقية الخامسة شغالين على السوديل البربتيوريت شغالة على الجابا البنزوديزابين شغالة على الجابا ده بيزود الفريكوانسي بس على فكرة ده بي ايه ده بيبرولونجي الاكشن بتاع الجابة تمام طيب بقيت الادوية عندنا برضو ايه هتلاقيه شغال احنا قلنا ان هو بتاع السوديم صح شغال على بلوك السوديم والازوكسومية تشغال على الكالسيم التي طايب كالسيم تمام طيب خد بالك بقى دي معلومة ديك انت كده عن ماشي الفالو بوريت استخدمه في اي نوع any type of seizure any type of seizure طالما هو شغال في اي نوع من السيجر سواء كانت برشل او او complex او generalized فمعنى كده ان هو شغال بكل الميكانزمات اه فهو شغال بكل الميكانزمات فعليا بيبلوك الكالسيم بيبلوك السوديم وي كمان بيانهانس الجابة فالفالو بوريت بتاع كله والميكانزم بتاعته بتاعت كله اي حاجة بقى فيها حرف البي زي الفيجاباترين التاجابين والفيلباميت وي بالمرة كمان عندنا او صور اي حاجة فيها حرف البي اللي هما اول اتنين دولت اللي هو الفيجاباترين وي التاجابين وي اي الجابة بونتين الجابة بونتين تمام؟ التلات ادوية دولت اللي هما فيهم بي او فيهم جي وبي تمام؟ جاب فيهم كلمة جاب معنا صح تاني الفيجاباترين او الفيجاباترين الفيجاباترين وي ال تيجابين وي الجابة بونتين دول ما لهم دولت دول شغالين على الجابة بيزودوا ايه؟ بيزودوا الجابة ذات نفسها بس مش عالرسيبتور بتاعها لأ شغالين عن طريق تاني يعني شبه ايه؟ شبيه اوي بالضايزبام والفينوباربيتال ولكن مش شغالين على الرسيبتور لا دول شغالين على الجابة ذات نفسه يعني الفيجاباترين مسلا بيينهابت الترانس امينيز لو بيكسر الجابة الالتياجابين شغال على الريابتيك الجابة بونتين ده اصلا هو مادة بتكون جابة في البرين عندنا فما يفرقنيش انت عرف ان هما في النهاء بيزودوا الجابة نفسه خلاص؟ طيب بعد كده الفيلباميت واللاموتريجين اللي اتنين دولا شغالين على الجاما يعني ايه؟ او شغالين على الجلوتاميك اسد فبيبتلوا ان هما يعالوا النسبة بتاعت الجلوتاميك اسد خلاص؟ بيعالوا الجلوتاميت او الجلوتاميك اسد خلاص؟ اللي هما بيينهابت الجلوتاميت لان احنا عارفين الجلوتاميت اكزيتاتوري فالفيلباميت واللاموتريجين بيينهابت الجلوتاميك خلاص؟ طيب برضو الفيلباميت هو البديل للفالوبوريت يعني البديل بتاعه هو الفلباميت فلما نيجي نقول لك الميكانيزم واحدة يعني ايه؟ بيينهيبت الصوديم بيينهيبت الجلوتاميت وبينهيبت الكالسيوم وأخطيلي كمان إن هو ايه؟ بيزاول الجابة براحتك هم الدولات شاملين ومعنى إن هو شامل أو anti-epiliptic شامل بيعالج كل الأنواع معنى كده إن هو مغطي كل الميكانيزمات تمام؟ طيب برضو نفس الكلام اهو الجابابونتين راجع عدولك تاني اللي انا قلته او جمعته مع الصورة اللي فاتت والحاجة التانية اللي هي التوبراميت زي وزي الفلباميت بالزبط يعني مفيش فرق بينه خلاص طيب اهو التوبراميت والفلباميت والفالوبريت المكنزمات بتاعتهم كلهم واحدة زي بعض شغالين على كله خلاص طيب ده بالنسبة ليه ايه ليه الجزئية لان الصورة دي مجمعة لكل اللي احنا قلناه مظلن ان احنا قلنا كل حاجة بالتفصيل عشان ما لغبطكمش اكتر فانا يكفي ان المعلومات اللي انت عرفتها او التجمعات اللي انت عرفتها طيب نبدأ بقول دعوه معانا وهو الكارباب زبين تاني جماعة كل المعلومات اللي انا هقولها انا مش مطالب منها غير الحاجة اللي انا اعلم عليها هقولك اه دي ممكن تيجي سؤال انما الباقي لأ ما تضيعش وقتك في ان انت تيارهم يابن تمام عشان اطلع غبطك وخلاص وقت اطلع من المحاضرة ما انتشفهم اي حاجة فاللي همين المعلومات الاساسية وخلاص الكارباب زبين ده كان من الخمسة اللي بيانهبت السودين بس خلاص مش هيص حاجة اكتر من كده مكانيزم اف اكشن الفارماكوكايناتك ما تهمنيش في اي حاجة الادفيرس افكت برضو ما تهمنيش في اي حاجة اصل ده طبيعي ان ده دعوة بيقلل بيقلل الالكتريكال فونكشن بتاعة البرين فطبيعي ان انت هتقولي ان كل حاجة البرين كان بيعملها تبقى قليلة تمام هو بيقلل الالكتريكال يعني الشخص ده هتلاقيه ماله لو ما اخد الدواء هتلاقيه عايز ينام هتلاقيه ان بيش قادر ان هو يتحرك هتلاقيه ان مش حاسس هتلاقيه ان هو مش شاف كويس هتلاقيه ان الهرمونات بتاعته ابتدت ان هي تقل تمام والليفر هو اللي بيكسر معظم الادوية دي فالليفر هتلاقيه ان هو انضر هو اراخر بالادوية اللي حضرتك بتديها بالذات الكورونيك يوز بتاعها فايبتد ان هو يعمل زيادة كل الادوية كده جماعة والادوية اللي احنا بنستخدمها كلها ممنوعة انك تديها في شخص جاله قبل كده ستيفن جونسون سندروم او عنده حساسية من الدواء او عنده مشكلة في البون مارو ليه لان الدواء ده بيعمل حساسية تمام فطالما الدواء بيعمل حساسية ما تدهوش يا سيدي كل الادوية بتاعتنا هتلاقي ان هي في الحالات دي تمام? طيب وفي دراج دراج انتراكشن لان كل الادوية بتاعت المحاضرة النهاردة كلها شغالة على يعني بتزاد المتاوليزم بتاعتادوية تاني يعني ببساطة لو ست حمل مش عايزة تحمل وبتاخد وهي عندها سرعة وماشي على حبوب منع الحملة اللي هي بتاخدها ولا لها اي ستين لازم ليه? هتتكسر هتتكسر مش هتشتغل فممكن ست انها تحمل خل بالك بس ان المعلومة التانية اللي انا عايز ا اكد عليها برضو في الكارباميزابين هي ان هي بتستخدم في علاج التريجيمنان نيورالجية او التهاب العصب الخامس خلاص? طيب وكزلك بتستخدم في علاج المانئ بس هما دلت المعلومتين اللي انا عايزة اكتغرفوهم الكارباميزابين كارباميزابين ده عبارة عن سوديم どوكber ويه كمان شغال ايه او بتستخدم في علاج التراجيبنال نيورالجيب. بس مش عايز اكتر من كده. خش بعد كده على الضيزيبام. والضيزيبام بنستخدمه في الحالات بتاعة الاكيوت. اللي هو في صورة اي في مش اقراس. ممكن احنا نستخدمه بشكل اقراس لو انت بتاعلي كوروناك. بس يفضل ما تستخدمهوش. وعارفين ليه. بسبب اللي ايه الديبندنس اللي بتحصل عليك. ده شغال على الجابة زي ما انت عارفه دي معلومة انت عارفها. زي اللي فات ما فيش اي مشكلة. بس هنزود معها بس ايه. تمام? ممنوع انك تدي مع اي مادة تانية بتصبط ليه? لانه ممكن انها تخلي الشخص يخش في كومة. اه الحاجة اللي بعد كده عندنا هي ايه? زي ما انت فاهم الادوية ديت بتتأثر او بيحصلها من في الليفر. فاي حاجة هتبتدي انها هتقلل من التركيز بتاعها في الدم. اي حاجة هتبتدي ان هي هتزود من التركيز بتاعها في الدم. وما يهمنيش انك تعرف اي حاجة. طيب. بعد كده يهمني انك تعرف ان هو ايه? زي بقيت اخواتو يا عم ايه وشغالة على ايه? شغالة على الكالسيم وتشانل وشغالة على السوني وتشانل برده. تمام? طيب ما يهمنيش ما يهمنيش انت تقدر انك تجيبهم لو ستيفن جونسون واي حاجة في البون مرأة. او اي حساسية. سواء حساسية في الجلد الى ستيفن جونسون سندروم وليها اسم من amedurimalisin او epidermolysin نكروزس. يعني الجلد بتاعه بيتاكل. لما بتدله الدواء. والحاجة التانية اي حاجة في البون مار. بون مارو اي حاجة في البون مارو حرفين. اي مشكلة في البون مار. اللي هامنا الدواء ده المعلومة التانية اللي انا عايزك تعرفها ان الدواء ده بيستخدم في علاج الابسنس سيجر فقط عشان نحفظها وانا عرفها كويس اللي بادئ بحرف ال اي مفيش غير هو واحد بيستخدم في علاج اللي بدئ بحرف ال اي اللي هي خد بالك وجدوا انه هم لو استخدموا في علاج اه 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 هبتدي ان هو يعمل عبتدي انوها يحولها بقى تمام فما منو انك تستخدمه في علاج التونيكولونيك ما بيستخدمش في علاج غير الابسنسيجر بس. ما تفكرش في استخدامه في حاجة تاني. طيب. بعد كده الجابابونتين. عارفين ميكانيزم طبعا بتفصيل. طبعا ميكانيزم الدكتورة كان بقى في البوربوينت بتاعها. فهي بتقولك بقى اللي هي شغالة على ساب ريسيبتور. اللي هي بتقولك ان ده بيمسك في السينابتك الفا تو جاما ساب يونت بتاعة الكالسيم انشانل تموديوليت الكالسيم كارنت عشان يطلع إيه الآآي الغابة. ما يكمنيش كل ده ايه في ان هي شغلها على الجابابة يا عام هي بتزود ده اسمه جابابونتين. اسمه جابابونتين. عاية يكون شغلها يكون شغلها على الجاباب. بيزودوا. بس مش شغلها على الاوجب في السيبتور هو شغلها على المرتفعة نفسه. طيب. يهمني اي حاجة تاني? ولا يهمني اي حاجة تاني. بس بس عايز معلومة لك اي حاجة بتشتغل على الجابا اعرف حضرتك ان ممنوع استخدامها في الانجيو اديما. ممنوع استخدامها في الانجيو اديما. انجيو اديما يعني ايه? يعني في اديما موجودة في ال او في ال او ميكوزة. ممنوع انك تستخدمها في الحالات دي. سوى انجيو اديما او انا فايلاكس ليه الحاجات بتاعت او التهاب او اا اديما موجودة في الارنكس مسلا. تمام? ممنوع استخدامها في الحاجات دي. اي حاجة فيها ليه لانها بتزود الكوندشن خلاص طيب اه دراك درانج انتر اكشن ما تهمينيش قوي برضو اللي هميني بس انك تعرفه انه ممنوع انك تستخدم معها ايه ممنوع انك تستخدم معها مورفين تمام طيب سواء المورفين او مشتقاته المورفين بس معلومة برضو عشان المورفين بينه وبين الهايدروكودون مفروض الهايدروكودون ده مشتق من الاوبيويد يعني هنعرف ان شاء الله في المحضرة بتاعة الاوبيويد بس فيه فكت مخالف يعني المورفين اه اللي لو عطيت جابة او لو عطيت الجابة بنتين هيبتدى ان هو يرفع لك التركيز بتاع المورفين فهن انك لو عطيت جابة بنتين وواحد بياخد هايدروكودون هيبتدى ان هو يقلل الهايدروكودون وده بس ايه اللي هي الحاجة اللي ايه اللي مختلفة شوية بين الهايدروكودون والمورفين ان الجابة بيرفع المورفين وبيقلل الهايدروكودون تمام طيب ده بالنسبة لي الجزئية دي بعد كده الفلبا ميت حضرتك انت حافظه احسن مني لان ده زي وزي الفالوبوريت تمام فاحنا مع التفق الميكانزم شغال على كله. اكتب كل الميكانزمات يا ابني ما فيش اي مشكلة فيه. تمام? ما يهمنيش فيها غير حاجتين. اللي هو بدء بحرف الاف. فبيعمل فشيا الاديمة. وفي حرف البي فبيعمل هيبوفوسفاتيمي. يبقى فشيا الاديمة وهيبوفوسفاتيمي. وبقية الحاجات حضرتك هتقدر تجيبها ما فيش فيها اي مشكلة. برضو نفس مشاكل في الليفر مشاكل في البون مارو. خلاص? طيب. ما يهمنيش برضو الادوية بالتفصيل الممل. لان زي ما انتم شايفين دكتورا متققلة في الادوية. هم برضو بيتم تكسيرهم في الليفر. فاي اي حاجة بتزود الانزيمات فبيتزود فالفالباميت نسبته هتقل. فبيقل التركيز بتاعه. اي تانية هتبتدي انها تزود التركيز بتاعه. تمام? كزلك برضو الفالباميت اصلا هي ذات نفسها شغالة كانديوسر. فاعطت ديره واحدة واحدة مش عايزة تحمل وبتاخد وعندها صرع وبتعلجها هتحمل. تمام? فممنوع انك ايه او تستخدم الفالباميت في في واحدة بتاخد او سي بيتز. تمام? او عن الجورة بتاعت الاو سي بيتز. بعد كده معنا اللاموترجين ده من نيور ايجنت اللاموترجين شغال على اتنين على السوديم والكالزيم. تمام? طيب اه ما يهمنيش برضو حاجة تانية برضو نفس الكونترا انديكيشن حساسية الجلد حساسية البون مارو مشاكل الليفر. ودرج درج انتراكشن برضو نفس الفكرة بيتأثر بالانديوسرز وي اه يعني بيقل بالانديوسرز وي بيزيد بالسيتوكروم بي انهابترز. التركيز بتاعه بيزيد مع الانهابترز. وي بيقل مع الانديوسرز. ودي تخطها في اي دوة من الادوية بتاعت الانتيابتليبتيكس لان كلهم بتتكسر في الليفر. بالسيتوكروم. تمام? طيب. هو هنا كاتب لك ان البرجنانسي بيقلل من التركيز بتاع اللاموترجين. عشان كده لو واحدة ماشي على اللاموترجين وبتالت ان هي تحمل. بتالت ان هي تحمل بتبتدي ان ان لازم انك تعلق دوز. ودي مشكلة لان اصلا الدواء ده كل ادوية الصرع يا جماعة ممنوع استخدامها في الحمل. مفيش غير دوائين او تلات ادوية اللي بنستخدمهم في الحمل بس وعن جيمهم في اخر المحاضرة وده ممكن تتساءل فيهم. نعم كل ادوية الباقية ولا الايها ايها اي ستين لازمة ده عا تعمل تلاتة جناسة. طيب الفين وبربتين الفين وبربتين. ما عاشي بيستخدم دلوقتي اصلا بسبب الادفرس بتاعته الكتيرة. اه ميكانيزمه في اكشن عارفين ان هو شغال على الجبر السيبتر. اه الفرماد كايناتك متهمينيش قوي. الادفرس افكت عارفينها وخفزينها صم. اللي هو سيديشن ابتو كومة. يعني كل حاجة بتقل ابتو لان الشخص يخش منك في كومة. تمام? طيب. وبرضو ممنوع استخدامهم في الاطفال. لان هما ممكن ان هما يدخلوه في كومة بدري بدري. اه الحاجة اللي بعد كده في حساسية الجلد. حساسية ايه? حساسية البون مارو. اللي هي البلاد سكريازيس او السرومبوسايتوبينيا والبانسايتوبينيا. اه وبرضو ممنوع استخدامهم في الليفرفيل. تمام? طيب. اه الحاجة اللي بعد كده دراج دراج انتراكشن برضو هو يا جماعة بيأثر على بيتأثر بالسيتو كروم. في اي انديوسر هيبتدي ان هو يزود الميتابوليزم بتاعه وبالتالي يقلل ايه من التركيز بتاعه? ما وبرضو زي ايه الانديوسر? زي كل الادوية اللي احنا اخدناه نهاردة. وبرضو ممنوع انك تستخدمه في واحدة بتستخدمه بتاخد او سي بيز او وارفرين لان هو يقلل التركيز بتاعه. تمام? عن طريق ان هو شغل اصلا كانديوسر. بعد كده البرايم والبرايميدون زي وزي اي حاجة فيها ايه البرايميدون برضو من النيور ايشنت اللي شغال على الجابا ريسبتور. تمام? طيب. اه البرايميدون عندنا مفيش حاجة جديدة فيه. ممنوع استخدام وصلا في الاشخاص اللي عندهم بورفيريا. اه بورفيريا دي مشكلة في تكسير الخديد او مشكلة في تكسير الهيم الموجود في الدم. تمام? ويه ما يهمنيش والله يعني كل ده انا بس اه اعايزك تعرفه. اه البرايميدون زيه زي 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 الفينوبوربيتال هو هو تقريبا في الميكانيزم وفي كل حاجة بس بس يعني بس هي دي اللي يهمني انك تعرف عن البرايميدون. تمام? طيب. وما بيتأسرش بالسيتو كروم زيه. بعد كده الفينتوين والفينتوين ده من الادوية اللي لازم انك تعرف كل حاجة عنها بالتفصيل. لان في الغرب ده اللي هيسألك فيه. اه الميكانيزم وفي اكشن بتاعوا عارفين انه هو شغال على ايه الفينتوين دول من الخامسة اللي شغالين على السوديم. الميتابوليزم برضو بيتأثر بالسيتو كرومز. الادفيرس افكت. اول حاجة تعرفا النفس الادفيرس افكتز اللي فقتت كلها هنزود معها بس ايه? الجنجفال هايبرتروفيا. يعني بص الصورة بتاعة الهاتش بياخد اه بص شكل السنان متغطية من الجنجفة يا شباب. تمام? طيب. اه الحاجة اللي بعد كده برضو ان اه لو ست حامل اخرته الطفل بتاعها هيجي له بنسميها فيتال هايدينتوين سندرون. تمام? طيب. وبردو بيأثر على البون مارو وبيعمل البون مارو توكسيستي ممنوع استخدامه في البورفيريا. وكمان بيقلل ايه? او بيعمل هبات توكسيستي. نفس الحاجات بالزبط. وبالتالي كونترا انديكيتت في شخص عنده حساسية جلد. في شخص عنده ليفر فيلير. في شخص عنده ايه? في شخص عنده حساسية البون مارو. تمام? اللي هي البلود ديسكارياز. طيب. براج دراج انتراكشن عندنا نفس الفكرة برضو. خط بالك الفينتوين ما تدهوش او بيأكد عليك تاني ما تدهوش لا اي ام ولا اي في مباشرة. تاني ما تدهوش اي ام او اي في مباشرة. ليه? لان هو بيعمل سرومبو في البايتس. انا مش عارف الدكتورة ليه ما كتتهاش بصراحة في الدواء ده لو حقنته في الفين على طول المريض هيرزعك بالقلم. ليه? لان الدواء ده للفين. لازم تخففه. لازم تخففه. اكتر من خمسين ميلي جرام برمينت. تمام? لازم انك تحقنه في لازم تخففه سواء انك تحقنه في مخلول ويتعلق للمريض. تمام? باكد تاني من الادوية للفينتوين زي وزي الكيمو سرب في بتاعته للفينز. تمام? طيب. حاجة اللي بعد كده البري آآ جابالين. فاهمين تراما جابا وبشغال على الجابا. برضو نفس الجملة اللي الدكتورة كتبها لالفا تو سيجما ساب يونينت وفي كالسيمتشانل واللي هتخرر لك الجابا. من البري سينابتك تيرمن. تمام? آآ زي اخوتها برضو اي حاجة فيها جابا ممنوع استخدامها في الحالات بتاعت الانفاي لاكسس والانجو اديم. ده حاجة احنا متفقين عليه. تمام? طيب. حاجة اللي بعد كده دراج دراج انتر اكشن. ما تهمنش قوي بس برضو ما تستخدمش معهم اي حاجة تانية ايه? آآ آآ دي بريسنت لي البريين زي الاوبيويدز زي البنزودايزابين اي حاجة دي بريسنت تانية. تمام? بريجابالين ابتدا انه هو يتشال من الصيدليات حالين. بسبب اللي بيحصل نتيجة له. تمام? فهو دراج اف ابيوز معروف يعني للسنة يعني الليريكا السنة السنتين اللي فاتوا ابتدى ان هو يخش في القائمة بتاعة المحزورة فما ينفعش اي واحد يروح للسيدالية اقول له انا عايز الليريكا مش هدهاله لازم رشدة ومختومة من الطبيب المختص تمام طيب بعد كده الفلابوريك اسد الميكانيزم اي حاجة انت عايز تحطها حطها شغالها على الجابة شغالها على السودية مشغالها على الكاتسين بلوكر ما فيش اي مشكلة فيه اه الفلابوريك اسد برضو من الحاجات اللي احنا بنستخدمها بصورة كبيرة في الاشخاص اللي عندهم ايه في الاشخاص اللي عندهم اه بلبس او سيجر من اي نوع ليه لانه شغالها على كله تمام طيب بتاعته بقى مصيبة يعني الفلابوريك اسد عرام ان انت شايفه حاجة كويسة وشغالها على كله ليه لانه بتاعته مصيبة لانه هو بيرفع لك الامونيا فممنوع انك تستخدمه في واحد عنده ليفر فيلير اه دي اول حاجة او رينال فيلير سوري ممنوع استخدامه في واحد عنده رينال فيلير لانه بيرفع الامونيا ليفل تمام الحاجة التانية اللي برضو لازم انك تعرفها هي انه هو بيزود الريسك بتاع الالوبيشيا يعني لو واحد عنده صلع فده بيزود هدوث الصلع عنده وزيه زي بيت الادوية بيعمل او بيأثر على البون مارو بيعمل حساسية فيه زي سرومبوسايتوبيني او كواجا لبسي وبرضه بيأثر على ليفر وفممكن هو اب تو ليفر فيلير اي حاجة تمام نفس الكلام حطه فيه اهي الذي بده توكسيست اهيت وممكن لو الام بتاخده ييجي للطفل تاعها كل الادوية كل ادوية بتاعت النهاردة الام لو اخذتها وهي حامل ممكن انها تعمل لانهم اللي في الطفل بتاعها وكلهم شغلين انديوسرز على السيتوكروم فلو بتستخدم الدو ده واي ده وصرع تاني فهم الاتنين بيبترون ان هم اي ايه يأثر على بعض طيب ما عايز بس معلومة على جنب كده الفلباميت بيزود الليفل بتاعه لأن الفلباميت شغال بنفس الميكانيزم أعرف إن فيه F F بتحب الفي الف والفي الاتنين بيزودوا بعض يا جماعة طيب إنما هو زاد نفسه بيينهيب تقول للأدوية التانية ده بالنسبة للجزئية دي طيب إيه أأمن أدوية لعلاج الصرع يمكن استخدامها في ستات الحام الكارباميزابين أأمن دوان أأمن دوان بعدين الأوكسي كارباميزابين بعدين اللاموترجين اللي هو من النيور إيجن وليزوكسامايت في الأبسنس بس تمام فأفضل دو عشان لو جيس عليك في الامتحان مالتبل تشويس كوتشان أو أمسي كيو يقول لك إيه الانتي بليك دراج أو البيس الانتي بليك دراج يوزد ديورنج بريجنانسي كارباميزابين وانتم هم مضاعين بس خد بالك طبعا الحملة لازم إنك تدلها فوليك أسس سبليمنتيشن لأن الأدوية دي بتقلل الموجودة في البرين فممكن نتأثر على بتاع الفيتس فلازم إنك تدي سبليمنتيشن لي عشان تعود اللي هميني بقى في المخاضرة هو الجادول ده إيه بقى؟ لأن الجادول ده هو من الآخر اللي أسألك فيه بص يا جماعة إحنا عندنا السيجر بتسأل ناسك على حسب نوع السيجر بتدي دو يعني على سبيل المثال إحنا خلصين من الأبسن سيجر وعارفين إن إحنا ممكن نديلها دي حاجة أساسية وإحنا خلاص مسلمين بها طيب كذلك البديل هو إحنا متفقين برضو معاك إن الفلوبريك أسد أو الفلوبريت استخدمه في أي نوع سيجر تاني الجملة دي اللي استخدم الفلوبريت في أي نوع سيجر وإنت مغمض عينك فلوبريت 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 غمض عينك ورح لماغك أي نوع سيجر استخدم فلوبريت وإنت مغمض عينك خلاص الابسنس اے زيكساميد الأول وممكن أنك تستغرب لو مش ما نقول الايزوكساميد استغرب فيلوبوريت تمام؟ طيب نخش بقى على ايه على الحاجات اللي هي المميزة المايكلونيك ما بنستخدمش فيها غير الفيلوريت لو استخدمت في المايكلونيك الزيكساميد هتبتدئ نك تسوئها ولو استخدمت في الابسنس حاجة تانية غير الايزوكساميد وال٥يلوريت وبانا افترض مثلا استخدمت الكارباميزابين زبين? هيبتدى ان هو يحول لمايوكلونيك. يعني عايزه للابسنس سيجر. هيبتدى ان هو يحولها النوع تعمل. خلاص? طيب. الكمبليكس بارشل ممكن ان احنا استخدم نفس الادوية اللي هي بتاعت السيمبل بارشل. اي حاجة بارشل عمتا? يا كارباميزابين يا فين توين. يا اما ايه? يا اما فالبارشل. هم تلات اروية ممكن استخدم اي واحد منهم. الابسنس دول الاول لو مش موجود استخدم الفالوبريت. المايوكلونيك فالوبريت الاول. لو مش موجود ممكن نلجأ لحاجة من بتوع الضيزبان. بس انا ما بفضلش ان انا استخدم ضيزبان كدوة. ليه? اخلي الضيزبان ده في الاتاك. في الابليبتيك اتاك. او الاستيتاس ابليبتيكس. انما كدوة المريض يمشى عليه الصورة كرونيك? لا. مش عايز كده. الطونيك كرونيك سيجر بقى استخدم فيها اي دوة انت عايز تستخدمه. كارباميزابين فينوباربتال. فين اتوان. بريمودين. فالوبريت. ضيزبان. استخدم اللي انت عايز. وهي ريت اصلا اللي بتيجي والموس كامل اللي هي التونيك كرونيك. تمام? طيب. ده بالنسبة الجزائية. انا نحل مع بعض شوية اسئلة كده. ميكانيزم اف اكشن او. الازوكسامايد. الازوكسامايد شغالة ازاي اولاد? تمام عزيم الازوكسامايد يا دكتور شغالة على الكالسيمتشانل الازوكسامايد. تمام? طيب. بعد كده اولاد الازوكسامايد او دراج في علاج ايه اولاد? في الابسنسي جرى دكتور. لان ال ايه بتيجي اللي بقيه. وهو الازوكسامايد في الغالب اللي انت هتساءل عليه. كده خلاصنا المحاضرة. تمنى تكونوا فهمتوها وشكرا.